في موضوع آخر أعلنت شركة الأدوية الفرنسية سانوفي عند خليها عن 1700 وظيفة في أوروبا من بين 1000 وظيفة في فرنسا كجزء من استراتيجية جديدة ووفقا لما ذكره أوليفي بوجيل ورئيس الفرنسي للمجموعة أن الأزمة الصحية التي يشهدها العالم والمتعلقة بفيروس كورونا ليس لها علاقة بهذا القرار وهي عملية إعادة تنظيم تتوافق مع استراتيجية جديدة للشركة كانت قد قررت هذه الشركة شركة سانوفي نهاية السنة الماضية أنها تريد ترشيد إنفاقها بهدف توفير ملياري يورو بحلول عام 2022 لسيما من خلال إيقاف البحث مرض أو مرض السكري وهو أحد أعمالها الأساسية التقليدية وكذلك مرض القلب والأوعية الدمودة ترجمة نانسي قنقر